موسيقى السلام عليكم معكم فادع تايبي في سلسة جديدنا بالألعاب اليوم عندنا تاريخ استوديو ترايارك تاريخ استوديو ترايارك واجزاء الثلاثة المشهورة لكن بداية الاستوديو كانت متورعة فكيف بدأ؟ بدأ الاستوديو كاستوديو مستقل في عام 1996 وكانت من أولى ألعاب لعبة أكشن بسيوف الحصرية للكمبيوترات الشخصية اسمها Die by the sword في عام 1998 اللعبة حصلت على تقييمات عالية حيث انها أعطت اللعبة حرية كبيرة في استخدام السيف لكنها نزلت في نفس وقت نزول الجزء الأول من سلسلة تمو بريدر على البي سي مما أثر على مبيعاتها الاستوديو لم يأيس وبدأ العمل على لعبة أخرى مشابهة تحت اسم دراينوس نزلت في عام 2000 حصريا للبي سي وفي نفس الوقت قام الاستوديو بعمل على لعبة بيسبول الناشر EA وإنتاج نسخة لجهاز دريم كاست من لعبتين توني هونكس برو سكيتر وان وأيضا نسخة خاصة لجهاز الاكس بوكس الأول يبدو الناشر اكتفيجن أعجب الاستوديو فقرر الشراءة في عام 2001 وأسند إليه عملية تطوير الألعاب منية على شخصية سبايدر مان حتى اللعب سريع وغير متقطع اشترك مع راوتر 4G من السي سي وعيش متعة لعب سلسلة Call of Duty على راحتك الجزئين الأولين حازوا على رضا النقاد ولكن استقبال الجزء الثالث كان أقل إيجابية في عام 2005 تم إطلاق Call of Duty 2 للبي سي والأكس بوكس 360 وقررت اكتفيجن إسناد مهمة تطوير نسخة مبسطة لجهازة الجيل السابق ذلك الوقت بلايستيشن 2 وغيم كيوب والأكس بوكس لشركة ترايارك بعدها قامت ترايارك بتطوير Call of Duty 3 لتصدر عام 2006 حصريا للأجهزة المنزلية حذرا من تم تطوير نسخة للبي سي بينما قام المطور الرئيسي لCall of Duty وهو Infinity Ward بالعمل عن نسخة Modern Warfare عام 2007 تبعها ترايارك في عام 2008 Call of Duty Ward at Ward ولدي بدأت طور الزومبي في السلسلة بعد المشاكل التي حصلت بين مطورين Call of Duty الرئيسي ومع الخبرة التي حصل عليها ترايارك قام الستوديو في عام 2010 بإنتاج Call of Duty Black Ops وتقع أحداثها خلال الحرب الباردة وحطمت اللعبة أرقام قياسية وتبعتها Black Ops 2 في عام 2012 والتي أيضا حطمت أرقام قياسية وأخيرا لعبة Black Ops 2 آخر نسخة من لعبة Call of Duty وحطمت أرقام وحصلت على تقيمات جيدة من البدايات من تواضعة وتطوير نسخة جانبية لسلسلة Call of Duty التي تحولت في الأخير إلى مطور أساسي لأحد أكبر السلاسل في عالم الألعاب هذه هي ستوديو ترايارك وش أكثر لعبة أعجبك من ترايارك نشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي كم معكم فاديو عتيبي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة